نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء ما يتردد بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر إبريل القادم بدلا من شهر مايو القادم وشدد المركز الإعلامي على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد في موعدها المحدد وفقا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة دون أن يطرأ عليها أي تعديلات والتي من المقرر أن تبدأ في السادس من مايو من عام 2023